موضوع بالنسبة لي عمر وصبحي ممكن يشهد بعض الصعوبات بس يدار الزمالك يعني ممكن تحاول تقنع مسؤولي فرقه أو فيوتشر لو عندهم بدائل طبعاً دائل أخرى اللي هي فيوتشر وفرقه إن هم يستغنوا عنهم أو يسيبوهم ساعات اللي فادت شهدت مفاوضات شفوية بين مسؤولي الزمالك ومحمد رضا بوب ولعب ودي دجلة المعارل فيوتشر اللاعب رحب الانضمام لصفوف الزمالك لكن أكد لهم إنه معارل صفوف فيوتشر مع حقية البيع بمبلغ 18 مليون جنيه واحد بوبو واحد من أفضل لعبي الدوري المصري الممتاز لقبوا يا جماعة لعب رقم 8 بلعب وسط الملعب لعب ممتاز ممتاز سواء بقى مع فيوتشر سواء انتقل للزمالك سواء راحل للنادي آخر واحد من أهم أهم اللاعبين اللي في الدوري السنة دي رقم 10 أيضاً عارف إن الساعات اللي فاتت عمر السعيد لعب الزمالك تلقت صلاة من مسؤولي التحاد السكنداني اللي معرفت رغبته في الانتقال إلى صفوف الفريق في ظل الاقتراب انتهاء تعقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي عمر السعيد رفض حزم مصيره أو إعطاء أي رغبة وطلب وطلب مهلة لمعرفة موقفه مع الزمالك عمر أساسي مع فريرا يعني عمر قبل سيف الجزيرة كمان عمر في معظم المباراة مع فريرا هو اللاعب الأساسي فأكيد أكيد مش ينفع يفكر في عروض دلوقتي أه طبعا أن ده تعرض بس أكيد هو ما ياخدش كرار دلوقتي بما أنه حافظ على مكانه الأساسي في نادي الزمالك